انا بحب طول عمري بحب بحب كابتن متحة شلبي جداً وكابتن شوبير جداً 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 الكابتن شوبير بيزيع من قلبه يعني شوبير بيزيع بحب وبخوف على اللعيبة وبالذات المطشاط الدولية يا هلاوي صاميم برضو كمان طبعاً بالنسبة ليه هو هلاوي بس هو في ازعته محايف جداً وده اللي بيخليك مبسوط منه يعني النقطة دي اه اه انه حقاني يعني هيقول الحقيقة وطبعاً كابتن متحة شلبي في حب بتاعته العلباوة دي طبعاً انت شايف ان المحالة لازم يكون محايد أصلاً؟ من يوم في المية لو انت اهلاوي بتزيع ماتش قمة والزمالك نوعاً ما بيلعب أحسن شوية في المباراة لازم هتقول ده مش هينفع تخبيه واحنا تعودنا في النادي الأقلي ان احنا صرحة تعودنا ان احنا بنقول الحق لو كنا كويسين بنقول احنا كويسين وحشين بنقول احنا وحشين فطبعاً المحلل او الموزيع لازم يقول الحق هي المحلل بس نقضي الوحيد فيه انه ما تبقاش قاسي على اللعيب اه ان الكلمة بتوجع جداً ودلوقتي بالذات كنت تتأثر؟ ايه؟ كنت تتأثر وانت تتلعب من اي هجوم؟ اي حد هيتأثر اي حد هيتأثر اي حد هيتأثر بالذات لو من حد في مجاله يعني ممكن الجمهور اللعيب ما يتأثرش وجهة نظر الناس يعني انتو مش في الحتة دي او مش عارفين ظروفي ايه او مش عارفين انا بمر بايه همار بتتأثر بايه؟ من لعيب الكورة اللي بطل وبينتقدك انت كنت في الظروف دي قبل كده فانت عارف اكيد ان انا مثلا ممكن نفسيا عندي حاجة في بيتي مضيقاني فمخلياني النهاردة مش مش مركز مية في مية فبس هي دي ده الكومنت اللي عندي على النقد النقد من الرياضيين او من اللي عيبت الكورة طب لو انت لسه تلعب دلوقت مين الحارس المرمى اللي انت ممكن تخاف منه؟ لا بصي اقولك حاجة اه رأس الحاربة ميفعش يخاف من اي حارس مرمى لانه لو خاف منه احنا كده اروحنا بداية لا بنقول انك بتعمله حساب لا في الفتر اللي انا كنت تلعب فيها او دلوقت لا لو انت تلعب دلوقت نقوله فاربة والله فيه حراس كتير اه انا بحب الشناوي جدا بحسه عنده ثقة في نفسه علي جدا وحارس المرمى ثقة حارس المرمى مطشاط كتير تدي ثقة فالشناوي يعني لو هقول اسم حارس واحد اقول الشناوي طبعا شايف عودة ميدو للتدريب مرة تانية جات فوقتها ولا كان كيفية يكمل في الاعلام احسن ايه وجهة نظرك يعني في الموضوع لا وجهة نظري طبعا انا سعيد ان هو رجل للتدريب انا دايما بساند لعيبة الكرة اللي بطلوا واتجهوا للتدريب لان هايبقى عندهم وجهة نظر مختلفة شوية عن المدرب اللي مالعبش في لفل عالي من الكرة فاميدوا من اللعيبة اللي احترفت ومن الناس اللي خادت تجارب في أوروبا وعندهم ثقافة جميلة جدا فبالعكس انا بابقى سعيد لما بشوف يعني طب انت مش حيث انك ممكن مثلا يتحرق كمدرب نوة يكون تجربة صعبة مثلا